اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن التكاتف والتعاون الذي أبداه القطاع الخاص في دعم مسيرة كرة القدم البحرينية ساهم بصورة واضحة في تطوير لعبة كرة القدم بكامل منظومتها الإدارية والفنية الأمر الذي بدى واضحا من خلال الإنجازات الكبيرة والمتميزة التي حققتها المسابقات الكروية والحضور القوي والمتميز للمتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والعالمية وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد وجه بتكريم الشركات الراعية في حفل ختام دور سموه الممتاز لكرة القدم حيث قام الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بتكريم الشركات والوزرات والمؤسسات الداعمة والجهات الإعلامية وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعينا منذ فترة طويلة وقد نجحنا في هذا الأمر لإدخال القطاع الخاص ضمن منظومة تطوير كرة القدم البحرينية والعمل على إعطائها فرصة كبيرة لتكون شريكا أساسيا في خطط واستراتيجيات تطوير كرة القدم ولتكون جزءا أساسيا من تحقيق كرة القدم البحرينية للعديد من الإنجازات الكروية وأضف سموه أن الشركات الخاصة أبدأت تعاونا كبيرا للارتقاء بمسيرة كرة القدم البحرينية وهو الأمر الذي تحقق من خلال الرعاية الكبيرة والشاملة التي قدمتها الشركات في هذا الموسم لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم ودور ناصر بن حمد لكرة القدم ما يؤكد إحساسها الوطني العالي لدعم الجهود الوطنية لتطوير كرة القدم البحرينية وبينا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أدركنا أن القطاع الخاص سيقف إلى جانبنا في مسيرتنا نحو تطوير أركان كرة القدم البحرينية انطلاقا من الاستراتيجية الحكيمة للقطاع الخاص ودوره المسؤول عن تطوير الشباب البحريني ليس فقط بتقديم الدعم المالي للمسابقات بل يكون جزءا من المنظومة التي تعمل على تطوير كرة القدم البحرينية وبينا سموه أن النجاح الكبير الذي تحقق لدور ناصر بن حمد لكرة القدم رغم التحديات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا يعود إلى الدعم الكبير من القطاع الخاص لكرة القدم البحرينية وضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأننا على يقين تام بأن القطاع الخاص سيواصل دعم مسيرة الرياضة البحرينية وكرة القدم في الشراكة مع منظومة كرة القدم لتطويرها وتلبية طموحات منتسبيها وجماهير البحرين ووصولها لأعلى المستويات